خلف هذه الأبواب الموصلة تكمن قصة المأسوف على شبابه منتظر والذي وافته المنية بعد إجرائه عملية قص المعدة في إحدى المستشفيات الأهلية لتتكرر حالات الوفاة إثر العمليات الجراحية بعد ساعات من إجرائه لعملية قص المعدة فارقت روح منتظر جسده أحلام كبيرة كان يبنيها شاب تمنى أن يغير هيئته الجسمانية فلم يكن يعلم بأن ساعات إجراء العملية هي الأخيرة في حياته أنا ابني دخلت المستشفى المبتح يضحك وفرحان ومبتهج ومرتاح لأن راح يسوي عملية يتخلص من وزن الزايد وبعدها ابني شلت جنازة أخذت جنازة أنا ابني راح ابني راح من عندي وفقدته وأني ما عندي بسهل ولد بسهل ولد أقوه قبل 28 متوفد وبسهلوني أدوه قلت لهم وزاعدكم شك واحد بالمية بأن بيهم أخاطر على حياته لنسوها وقالوا لا عملية جدا زالة وما بيها أي مقاطر أمه الثكلا دموعها وصفت ما في قلبها من حزن وألم هي فقدت ابنها الثاني في بلد تزهق فيه أرواح الشباب تباعا أما الطبيب المختص وبحسب وصفها إنه اكتفى بالتفرج في الوقت الذي تفاقمت فيه حالة منتظر الصحية الدكتور اللي سوى للعمل اللي أبد ما إجاء لشقد خابروا عني المقيمين ولا وصل ولا شاف أكيد المستشفى التقصير الأول ما عدوا من عاشين عشونه يعني أربع ساعاتهم ما كش ما بسوي له يعني عرف حالته من الأطباء اللي يخابرونه المقيمين يقولوا له هي حالته ما وصل يعني عرف حالته أكيد عرف حالته من المقيمين ما وصل ما إجاء زينا إحنا من نقلنا المدينة الطب وودينا هناك أسعفوا ليش ما إجاء ليش ما شاف يدز المقيمين يجي يشوفوا لو يدز المضمت ليش ما حضر ليش ما تلاحق والداء منتظر بعد فقدانهم لولدهم الوحيد يحملان المستشفى والقائمين عليها المسؤولية كاملة عما حدث وينتظرون ما يقرره التقرير الطبي من بغداد محمد فراس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر